أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العت نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على شراكة الاستراتيجية بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة المبنية على امتداد تاريخي ساهمت في صياغة رؤى مشتركة عززت من التواصل بينهما جاء ذلك لدى زيارة سموه حفظه الله صاحب السمو الملكي الأمير شارلز ولي عهد المملكة المتحدة في كليرانس هاوس في إطار زيارة التي يقوم بها سموه إلى المملكة المتحدة مشير سموه إلى أن زيارة التي قام بها جلالة الملك المفدة مؤخرا إلى بريطانيا تؤكد مدى رسوخ العلاقات بين البلدين الصديقين وتطلعاتهما وأضاف سموه أن العلاقات البحرينية البريطانية في تطور مستمر ويتجلى ذلك من خلال الاهتمام للمشترك الذي يتقاسمه البلدان والمتمثل في تعزيز فرص التنمية والسلام معربا سموه عن تقديره لصاحب السمو الملكي الأمير شارلز على ما يليه من اهتمام بالعلاقات البحرينية البريطانية والتعاون فيما بينهما خاصة ما يتصل في المجالات التنموية والثقافية أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بأن مملكة البحرين قد أعلت من قيم التواصل الحضاري والثقافي باعتبار ذلك لغة مشتركة تتقاسمها الأمم والشعوب وقال إن حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه قد أولى هذا الجانب اهتماما وافرا في رؤية جلالته لتواصل مملكة البحرين دورها الحضاري وتأكيد هويتها الوطنية الجامعة المنفتحة على مختلف الثقافات مشير سموه إلى أنه في ظل هذا الاهتمام السامي استطاعت المملكة من الإسهام في إثراء مبادرات التقارب والتفاهم بين الأديان والثقافات والاحتفاء بمبادئ التعددية والوسطية والاعتدال وقبول الآخر والتي هي ترجمة حقيقية لروح الإسلام ونبل قيمه جاء ذلك لدى مشاركة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى جانب صاحب السمو الملكي الأمير تشارلز ولي عهد المملكة المتحدة بحضور عدد من كبار الشخصيات في حفل افتتاح المبنى الجديد لمركز أوكسفورد للدراسات الإسلامية بجامعة أوكسفورد بالعاصمة البريطانية لندن وأعرب سموه عن تقديره للمملكة المتحدة باحتضانها مثل هذه المؤسسات التي تعنى بالدراسات الإسلامية وإبراز الدور الهام للحضارة الإسلامية وتأثيرها في الحضارة الإنسانية ونوه سموه إلى تنامي الحاجة لمثل هذه المراكز العلمية بما تكتنزه من خبرات في تأكيد دور التواصل ومد جسور التفاهم بقواسم مشتركة تعزز ثقافة السلام وتحقيق فهم أكثر استنارة عن الإسلام والحضارة الإسلامية مشيدا سموه في هذا الصدد بدور صاحب السمو الملكي الأمير شارلز في دعم هذه التوجهات وتشجيعها وضف سموه بأن اهتمام جامعة أوكسفورد العريقة بالدراسات الإسلامية ينبع من دورها الذي عرفت به كمنبر ثقافي وحضاري تناول الثقافة الإسلامية وقضايا العالم الإسلامي بموضوعية تامة ونشر الدراسات والبحوث المتخصصة في هذا الشأن ونوه سموه بما تم مراعاته في هذا المبنى من طراز فن العمارة الإسلامية وإبراز جمالياتها وهو ما يعد أيضا جهدا متميزا في تأكيد إسهامات الحضارة الإسلامية في رقي هذا الفن هذا وحضر صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء مأدوبة الغداء التي أقامها سمو ولي عهد المملكة المتحدة لكبار الشخصيات المدعوة لحفل افتتاح المبنى الجديد لمركز أوكسفورد للدراسات الإسلامية اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة